في تصريح لريكاردو سوارش في المؤتمر الصحفي بعد مبارات الاهلي بيقول ايه? انا مبسوط في الاهلي ولا انظر الى ما يتم كتاباته حولي منز قدومي الى النادي. لو هنتكلم في شهادة الحق شهادة الحق الراجل ده من ساعة ما جي النادي وهو مظلوم. اولا الكواليت بتاع العيبة مش حلو. انت بتتكلم في العيبة ناشئة. التحكيم زي الزفت عندنا في مصر. آآ مجمل من ساعة ما جيه لحد دلوقتي هو شايف فيه تخبيط. فبصبا عنه تقريبا اللي بيحصل حواليه او اللي بيحصل دلوقتي مع الاهلي في الدوري المصري هو ده خارج عمقراته. ووفروا له اللي كان بيتوفر قبل كده للمدربين ان قبل كده وبعد كده هتعالوا حاسبه. انما هنقعد نتكلم عليه ونتكلم فيه وان ما فيش تما انت عندك اللعيبة اصلا مش موجودة انت عندك لعيبة مصابة ولعيبة بيلعب بالناشئين ولعيبة اصلا ما تستحقش ان هم يتكتبوا باسم النادي الاهلي. فيه تصريح لصراح محسن بعد مباراة الاهلي على انستجرام بيقول ايه? لا تحاول ان تثبت لاحد انك شخص جيد اتركه يا عشر غيرك وسيعرف انك كنت الافضل. بأمرت انك انت كنت الافضل. والله العظيم بيجاد بأمر انك انت كنت الافضل فعلا. محمد شريف اللي جي بعد منك بسنين. طلع قدت شرط النادي الاهلي. طاهر محمد طاهر اللي جي بعد منك برضو اثبت انه هو قدت شرط النادي الاهلي وعنده كرازمة الاهلي وعنده روح الاهلي. انت بقى من ساعة ما جيت انت عملت ايه? بلح. ده اللي انت عملته. كنت صفقة ودت الدور المصري في داهية. وفي الاخر جاية تقول خليه عشان يعرفه ان انت الاحسن. جاتك ستين نيلة. في تصريح لمرتدى منصور عن محمد صبحي حارس مرمى نادي فاركو. بيقول ايه? محمد صبحي قال لنا نصا فكوكو من دماغي لن اعود للنادي الزمالك مرة اخرى. طيب انت ليه عامل دبكة على لعب? ما انت كده او كده هيجي هيقعد دكة. وانت تقريبا عندك حارس مرمى تاني. يعني انت هتجيب لعب. هو اصلا بيلعف فاركو اساسي. هتجيبه مخصوص عشان خاطر. تقعدوا دكة. طب ليه? ما ليه حق يقولك اللي هو عايزه. كان عندك قبل كده واقعدت ودكة لحد ما ميشي. لحد ما نادي فاركو اول ما طلع اشتراه منك. انت بقى محتاج منه ايه? ولا حاجة. بس هي فاهمين انتو اه? في تصريح لحسين لبيب رئيس النادي الزمالك اللي كان موجود احتياطي مكان مرتضى منصور. فبيسألوه بيقولوله على حوار اخفاء خطاب اقاف القيد للنادي الزمالك. فراح جاي ردد عليهم وراح جاي لهم ايه? كل شخص ولوه مهاراته. ما انا مش فاهم برضو يعني ايه كل شخص ولوه مهاراته. ايه كنت بترقص بالخطاب تقريبا اه اتحاد الكورة ولا ايه? ما هي معناها كده? معناها انك انت غفلت اتحاد الكورة. اقول اتحاد الكورة ان هو شايف حاجة زي كده وساكت. اه مش فاهم برضو يعني هو انت بعد الكلمتين دول برضو اتحاد الكورة هيشوفها وهيعمل فيها من بنها. والله العظيم ما عارف انتو بتودوا الدنيا دي فين? وفي الاخر يقولوا الاهل ايه في فساد. في تصريح لطرق العشرة بيقول في ايه? اتمنى تدريب ريال مدريد يوما ما. من حق كل واحد ان هو يحلم. بس قبل الحلم ده يا كابتن طارق. حابب ان انا اسألك سؤال. ايه انت بتتعطاها. اللي يقول حاجة زي كده يبقى اكيد يا اما بيحلم يا اما بيتعطى حاجة. هو انت سالك هنا في الدورة المصري عشان خاطر تفكر انك انت تدرب ريال مدريد في الدورة الاسباني. طب هتعمل ايه? عندك فكر يعني انك انت هتنفزه هناك? هتعرف تعمل حاجة. ما بيعملهاش مسلا انشرطي ولا زيدي دين زيدان. انا مش عارف التصريح ده انت جبته ازاي? ولا انت قلته ازاي? ولا انت كنت بتقوله وانت نايم ولا مش فاه. سامير كامونا مدافع النادي الاهلي السابق بيعلن عن عدم استمراره في برنامج البريمو. على فكرة عملتها متأخر شويتين. لانك انت قلته من ده من الناس اللي يدفع لهم فلوس عشان خاطر تهاجم النادي الاهلي. ابراهيم سعيد لما جوم يسوموه في فلوس عشان خاطر يهاجم النادي الاهلي بعد. بعد واعلن انتماؤه ان هو بعد ما كان بيقول ان انا زمال كاوي عشان كرامته كانت نقحة عليه من ناحية النادي الاهلي. وقال ان هو زمال كاوي اول ما لأ ان فيه هجوم هيحصل على النادي الاهلي عشان يوقعوا النادي الاهلي ما كملش. انت كملت. انت مع رضا عبدالعالم. جمهور الاهل ما بينساش. ومش هينسى اللقطة دي. معاك انت. طبعا في نهاية الحلقة ما تنساش تعمل للكنالة وتفعل زر الجرس عشان نوصل لكل الجديد بتاعي. ويا ريت ما تنساش تدعمني بلايك. كان معكم احمد زومة. سلام.